موسيقى مساء الخير وأهلا بحضراتكو في حلقة جديدة من آخر اليوم في جملة بتقال كتير قوي عدو المرأة هي المرأة نفسها وإحنا دايما بنحاول كبنات وكستات جاهدين على فكرة إن إحنا نغير معنى الجملة دي أو ننسف الجملة دي لغاية ما جات بصراحة الأستاذة المخرجة الكبيرة ناس الضغيدي كان في لها لقاء من يومين وقالت تصريحات كتير قوي مثيرة للجدل هي أصلا حتى بأفلامها تبقى مثيرة للجدل عشان هي بتناقش ودايما بتتكلم عن الحريات بتتكلم دايما عن حرية المرأة عن عدم استعباد المرأة وترفض الظلم للمرأة وأفلام كتير قوي على فكرة لو عديت ممكن أقولكم زي فيلم قضية سميحة بدران وامرأة واحدة لا تكفي وستاكوزا ودانتالا ومذكرات مراهقة وغيرهم كتير من الأفلام كانت دايما بتتكلم عن المرأة وصراحة كانت بتدافع عن المرأة وبتدافع دايما أنه المرأة دي في لها حرية كاختيار العمل واختيار الشريك وأن هي تتحرر من العادات والتقاليد لحين أنه صدمتني وصدمت ناس كتير قوي بالتصريحات اللي حصلت مؤخرا وأهم تصريح هتكلم عنه النهاردة عشان كده بقول أننا ما بحبش جملة عدو المرأة هي المرأة نفسها قالت بالحرف أنا هقول بالحرف قالت إيه قالت أنا مش أنا مش مع أن التحرش بيجي من الراجل لكن الست في جزء من تصرفاتها بيخلي الراجل يتحرش بيها أعيد تاني عشان تستويبه عشان أعدت الجملة دي وربنا ثلاث أربع مرات عشان أصدق أن الناس تغيدي اللي قالت الجملة دي بعيدا عن أول جزء هي مش مع أنه التحرش بيجي من الراجل قالك لأ الست في جزء من تصرفاتها بيخلي الراجل هو اللي يتحرش بيها إزاي يعني ما الراجل أنا مش بحب أقول صراحة كلمة الراجل اللي بيتحرش عشان الراجل المحترم ما بيتحرش بحد الراجل المسؤول ما بيتحرش الراجل المتربي ما بيتحرش حتى حتى على فكرة حتى لو الست شجعته على ده حتى لو الست زي ما حضرتك كنت بالطالب كتير قوي أنه فيها إيه لما نحنا نلبس بيكيني أو نلبس مايو نلبس لباس البحر على البحر حضرتك قلت ده في مقابلات كتير قوي ودي طبعا حرية شخصية اللي عايزة تلبس مايو وحضرتك دايما بتنادي بالحريات دي حتى لو الست كانت لبسة اللي نفترض على بحر أو لبسة اللي هي لبساة ده مش مبرر أن الراجل يتحرش بالست خالص وأكبر دليل على الكلام ده أن الرجال أو الذكور بيتحرشوا بالمحجبة يتحرشوا بالمش محجبة بيتحرشوا بالمنتقبة المنقبة بيتحرشوا باللي لبسة عباية بيتحرشوا بالأطفال أنا عايزة أسمع بس الجواب على السؤال ده حقيقي هم مفيش ذكور يتحرشوا بالأطفال ولاد وبنات في أطفال لا يتجاوزوا العشر سنين من عمرهم وتم اغتصابهم اغتصابوا من ستات ولا من رجالة هل الطفل ده أثار غرائز الراجل عشان يتحرش به ايه التناقض الكبير ده فكرت كتير قوي انه ايه اللي يخلي ست دلوقتي ان هي تغير كلامها هل السن هل الست اللي ما بتكبر بالسن بتقول لا انا زمان مثلا كنت عملت او صرحت بحاجات انا النهار ده نادمة على ده فلو حضرتك نادمة على ده ففي تاريخ مفروض ان هو مش المفروض انه ينسب ليكي عشان التاريخ بينادي بالحريات بينادي باستقلال المرأة ازاي قادرة تحطي عينك في الكاميرا وتقولي الستة هي المسؤول عن التحرش ازاي با او الستة بتعمل حركات او ممكن ان هي تثير غرائز الراجل وحتى حتى 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 لو حضرتك بتتكلمي عن نسبة قليلة حتى لو خمسة في المية انت كده يعني اه وكلامك كان موجه لستات كتير اوي وستات كتير اتعرضت من حضرتك وعلى فكرة ما يفعش ان انت يتعامين بالعموم يعني حتى لو الاقلية دي كانوا اتنين او تلاتة او خمسة في المية ما يفعش ان انت يتعممي المرأة غير مسؤولة عن تحرش الذكر الذي تقابله في الطريق بصريح العبارة وبلغة عربية فصحة تعي ده ده اللي حبيت ان اقوله وده اكبر دليل حقيقي انه لما يجي راجل يقولك عدو المرأة حقيقي اسلح حقيقي عدو المرأة هي المرأة نفسها ما ينفعش احنا نعلق على فكرة يعني ما ينفع انا ازاي بانه عين اصلا هقوله لا يا راجل احنا كستات بنشجع بعض وفي مثال قدامنا لأستاذة كانت تنادي بالحريات ولكن دلوقتي غيرت رأيها يمكن عشان كبرت في السن يمكن على فكرة عشان ما فيش شغل انا بقالي كتير قوي ما شفتش ليها حاجة يعني تقريبا احنا داخلين بخمستاشر سنة استاذة اناس ما عملتش حاجة فيمكن قلة الشغل تعمل ده ويمكن برضو عشان هي بقت تيتا يمكن حست انه الزمن تغير وهي بقت دلوقتي جدة وست كبيرة فيمكن هي تغير مبادئها او تغير تصريحاتها القديمة او هي نادمة على التصريحات دي ولكن انا مليش في الكلام ده خالص انا بدافع دلوقتي عن المرأة المرأة مش سبب للتحرش والمفروض انه حضرتك شخصية عامة وشخصية مؤثرة زي ما حضرتك اثرتي بناس كتير قوي بأفلام حضرتك وبتصريحات حضرتك اللي قبل كده لما حضرتك كنت بتقولي ما ينفعش لازم المرأة تلبس لها هي عايزة امال احنا زمان لما كنا منتكلم وبندافع عن لبس المرأة ده مصر كانت عاصمة الموضة وما زالت على فكرة عاصمة الموضة كانت الحاجات اللي بتنزل في مصر بيقلدوها الدول العربية كلها على فكرة وبعدين الحاجات دي بتلبس ببارس ببلدان اخرى لما كنا مندافع نستة لما كانت بتلبس المنجيب بتلبس الكات وبتلبس الحاجات ايام صعد حسني وفاتن حمامة لما حضرتك كنت تطلع في المقابلات والدفع عن لأ المرأة حرة تلبس اللي هي عايزة وتعمل اللي هي عايزة الكلام دلوقتي تغير ليه ده اللي انا مش قادرة افهمه فحضرتك مسؤولة عن كلامك ولكن التعميم ممنوع والمرأة غير مسؤولة عن تحرش الراجل فيها ننهي الموضوع على كده انتقل الخبر التاني اه هو مش خبر هو مش خبر هو فيديو اصدد الفيديو جاهز طيب نعرض الفيديو عشان انا عايزة اخد رأيكم الفيديو ده انتوا هتشوفوه ازاي هعلق بعد اه بتفضلوا تفرجوا بقى هنا ده عريس كان بيطلع في العربية بعد بعد فرحه الفرح انتهى خلونا نرجع كده من الاول معلاش الفرح خلص والمفروض ان العريس كان طالع بعربية اه الزفة بتاعته مع مراته يعني ومروح بيته تفضلوا تفرجوا في عربية عدت وخطفت الراجل ده اهو رجع لي كده شوفوا ازاي هوا بيت خطف المفروض ان الناس دول مسكوه يعني وخطفوه حطوه في العربية والعربية جريت كمل كمل استاذ استاذ احمد كمل العربية تخطفت والناس اهو بتبتدي تجري وراه اهو يعني زي اي حد تخطف تفضلوا تفضلوا الظعر اللي تعمل في اللحظة دي الناس مخدودة ومذعورة وخايفة ده عريس ده لسه لسه مروحش بيته معمراته طيب انتو متخيلين بقى ارجعلي بعد اذنك متخيلين ان ده اه مشهد ان ده اه حدوتة اتكتبت ونفذت مع اه كم شخص كان هو اللي عارف يعني زي ما تقول كأنه بدل ما يجيب اه ناسكم بارس لأ هو متفق مع كم حد عشان يعمل المقلب ده اللي اتعرف فيه انه ده ترند عريس ده اهلية غير الظهر اللي عمله هو سبب ازمة البابا وازمة المامتو مامتو دخلت المستشفى على اثر الكلام ده تطرح في الاخر ده يوتيوبر يعني ده بيعمل محتوى عشان يجيب views او viewers عشان الناس تدخل اكتر وتعمل likes اكتر ويبقى عنده عدد مشاهدات اكتر وفولورز اكتر انتو متخيلين السوشل ميديا عملت فينا ايه الجنان اللي وصلنا فيه انت بتضحي بباباك انت بتخض بباباك وتخض ممتك اللي كان ممكن باباك انه هيموت في سكتة قلبية حتى مسور هو لما راح بيقول باباك ان ده طلع مقلب فبيقول رد اتفعل باباك مميتة مميتة يعني الراجل متخض راجل كبير في السن شاف ابنه بيتخطف يوم فرحه ايه يدخلوا لي ولا كم لايكس اخدهم انا مش فاهمة اقسم بالله مفاهمة وصلنا لزمن غريب واللي تطلع ابنها تعمل فيه اعلانات واللي تطلع بنتها تعمل فيها اعلانات ده ايه ده احنا بقينا في زمن يخض كل ده عشان اطلع تران ولكن انا ليه بعرض الفيديو ده عشان تعرفوا ان احنا في دولة خانون الراجل ده بيتحقق معاه دلوقتي ومشكورين مشكورين هو ومراته او هو والناس برضو اللي كانوا عاملين معاه الخطة دي حقيقة انا معرفش لو مراته كمان عارفة الموضوع ولا لأ بس اللي فهمته انه مراته تقبض عليها معاه فلسه فيه تحقيقات وفيه نيابة ويا رب يا رب انا اتمنى انه هو يتحكم عليه في اي حاجة حتى لو شهرين حبس عشان الناس اللي بتعمل المقالب دي ده مش مقلب انت بتخد اهلك وتخد ناسك وتخد الجمهور المفروض انه هو بيتابعك وبيحبك المفروض يعني كان في حالة غضب شديدة حقيقي على السوشال ميديا لما الناس عرفت انه ده مقلب وكل الناس طلبوا انه يتعاقب يتعاقب قانونيا وبالفعل تخذت الاجراءات ضده وحقيقي الفكرة هنا كفاية هوس هوس بالتراند وهوس على سوشال ميديا وهوس على مين يجيب متابعين اكتر ومين الناس تتعبوا ومين يخد الناس اكتر ده دي امراض نفسية ناتجة عن كبت انا برأيي الناس المكبوتة اللي عمرها ما حد شف لهم كانوا بينزلوا صورة قبل كده لما ييجي تلاتة ولا اربعة لايكس اصلا كانوا ما يناموش الليل دول الناس اللي عمل بيعملوا فينا كده التحقيقات دلوقتي طبعا جارية وان شاء الله ياخد عقابه بإذن الله خلوني اطلع فاصل وارجع اكمل باقي فقرات اخر اليوم رجعنا تاني من بعض الفاصل نكمل فقرات اخر اليوم في السنين الاخيرة السوشال ميديا قصرت على حياة وتفكير ناس كتير جدا ولكن للأسف التأثير ده كان فيه احيان كتير قوي بيكون اكتر سلبي ما يبقى ايجابي لدرجة انها عملت نوع من الهوس الهوس في نشر كل شيء بيخص الحياة الشخصية زي ما كنت بتكلم قبل شوية في الانترو الهوس ده بيبقى تقليد حاجات كتير او واحدة عايزة تقليد صاحبتها واللي عايزة تنشر فضايح بيتها حصل ايه بينها وبين جوزها عايزة تتكلم عن عيالها وفيه ستات كتير والرجالة حقيقة بقوا بيستخدموا عيالهم عشان يستفيدوا اكتر من السوشل ميديا فجأة بقينا بنحس انه احنا عايشين في مجتمع غريب السائد فيه زمان كان بيتقال عليه عيبه ما يصحش ما يصحش زمان اهلنا كانوا بيقولوا البيوت اسرار والبيوت قبور ما ينفعش حد يعرف اللي بيدور فيها ولكن مع تطور السوشل ميديا خلى ناس كتير مفاهمها تغيرت وبقوا دايما بيبحثوا عن الشهرة الشهرة وعن الترند وده من خلال عرض حياتهم الشخصية زي ما قلتلكو على الملأ درجة انه في منهم بقى بيخلق مواضيع متفبركة ومبتزلة للبحث اكتر عن الشهرة دفت دفتي النهاردة هي دكتورة امل محسن استشاري الطب النفسي السحة النفسية السحة النفسية وعدو المجلس الامريكي الاستشاريين النفسيين واللي هنتناقش معيها اكتر عن تأثير السوشل ميديا على المجتمع وخاصة الاطفال اهلا من حضرتك منوراني ده نورك تقدر تقوليلي التايتل تاني دكتورة امل محسن استشاري السحة النفسية السحة النفسية عشان هي تفرق كتير ما بين اكون درست طب اه ما بين اكون درست حاجات نفسية صح طبعا فعشان بس ما اخدش هوية مش بتاعتش حقك عليك ولا زع على الحد مني لا خونس انت في لها دراسي في بداية عايزة اعرف من حضرتك شايفة تأثير السوشيال ميديا بقى عامل ازاي على حياتنا دلوقتي فيه زي ما انت قلت كده هوس السوشيال ميديا انا تحليلي للنوع ده من الهوس هو هوس الشهرة والمال بغض النظر المال ده على فكرة المال ده حلال في الاصل مفهوش اي مشاكل يعني اي حد عايوز يكسب من السوشيال ميديا دي حاجة حلال جدا كده كعنوان لكن هي ممكن تتحور الى حرام لما احنا نبقى بنجدب او بنطلع اشعاعات او بنستفيد من فضايح ناس او خصوصيات ناس او بنتنمر بناس او بننهش في قبور ناس زي ما بتقولي او بنحلل الحرام او بنحرم الحلال او بنخترع قصص عشان ناخد انتباه وشهرة وفي الاخر تطلع القصة كلها فيك دي جريمة بقى طالعنا هنا من الحرام والحلال لانها جريمة فمن كتر النهم على جمع المال ومن كتر النهم على الشهرة اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وانستجرام وتيك توك وخصوصا الحاجات الابل اللي بتدي فلوس على على مشاهدات فبقت بقت شغلانة من لا شغلانة له صح مع انه بيقذي الناس يعني انا بس عايزة دي معلومة لكل الناس تحاول تتربح من ده اتربحوا زي ما انتوا عايزين بس راعوا يعني النية بتاعتكو لانه نية دي ممكن تخلي فلوسك اللي جاية دي فيها بركة صح مقتصر على موقع او مجلة او يعني جورنال كانت جرائب مجلات محترمة وايان كانت المنافسة بينهم كانت مجلات عبقرية يعني حتى كان انه انا فاكرة مثلا يقال انه فنان وفنانة اتطلقوا انا بتكلم مثلا من 14-25 سنة اوكي كان في ناس يعدي سنين يقولك ده متجاوزين يقولك لا ده انا سمعت ان هم اتطلقوا احنا دلوقتي بقى ده متاح ومنفتح جدا على المجتمع ازاي بيأثر انتشار اخبار الفنانين من اتجوز من طلق من حب من صاحب ده بيأثر ازاي على المجتمع تأثير طبعا سلبي وطاقة سلبية وطاقة نميمة وطاقة خطف اعراض وطاقة ان انا بقتحم خصوصيتك وطاقة انه انتي يعني سواء كان الخبر صحيح او مش صحيح انتي بتأذي الشخص اللي انتي بتقولي الاخبار عنه سواء كانت اشاعة او حقيقة ليه لانه انا لما انا دي حياتي الشخصية انا كفنانة انت من حقك تنزلي اخبار عملت كم فيلم عملت كم مسلسل بصور فين الشخصية عاملة ازاي تحاول تعمل ترند انك تجيب خبر عن مسلسل بيتصور تحاول تجيب ترند عن اغنية بتتعامل مطربة كانت معتزلة ورجعت كل ده اتس اوكي لكن تدخل في حياة الفنانين وبالذات الفنانين لانهم اكثر حساسية من اي حد علشان خاطر فلانا اطلقت لأ فلان مات وهو عايش وده حاجة سيئة جدا في الحقيقة لأ فلانا ده دربت جزها دي درب مراته ده طلبها في بيت الطاعة ده خد العيال شردهم يعني كم حاجات انت كده بتدمر الفنان وانت كده بتستعمل يعني بتعمل جريمة من نوع ما سالسا الطاقة السلبية دي بتنعكس على الفنانين والناس المشهورة بالزيت ان هما بيجي لهم حالة احباط وحالة يأس وحسن هي يعني انا اسفة في التعبير ان هي عريانة قدام الناس يعني حياتها الشخصية دي كأنك انتي طلعت غني او طلعت مسلي انتي لابسة لبس الشخصية او لابسة لبس الحفلة لكن انتي وانتي في بيتك انتي برحتك فما ينفعش راجل او ستة يحس ان هو متعري في بيته وناس دخلت بيته ودخلت حياته الشخصية من غير ما يخبط على الباب مس في ناس كثير هما اللي يخبطوا فده بيدمر نفسية الفنانين بجولهم احباط ان الفنانين عادة يحس ان هو صاحب رسالة انا بوصل فن انا بوصل انا بحل مشاكل المجتمع انا عايز اساعد الناس انا كده كده فلما يلاقي بقى انه نتيجة ده انه حد بيحاول دمر له حياته ويقتحم حياته ويستعمل حياته الشخصية دي حاجة تحترم دي حاجة تحترم اللي ما يبقى فنان هو مش عايز حياته الشخصية طبعا ولكن في فنانين كتير بيخبطوا على لا ده نوع تاني بقى لا سؤال تاني يعني انا في كتب جاء ايو انا عايز تكلم عن الجانب التاني الجانب بقى الاخر ان في ناس عايزة تستعمل احداث معينة في حياتها لجذب الانتباه دول هم مش واخدين يعني عارفة اللي هو الغاية تبرر الوسيلة بمعنى انه هو مثلا كان بعيد في ناس طلعت عليه وتفر ايه مبرراته سيبتجي يستعمل حاجات في حياته لعدة اسباب ممكن يكون عايز تعاطف الناس ممكن يكون عايز شهرة ده اكيد ممكن يبقى عايز الترند برضو علشان خاطر الفيدباك المادي اللي بييجي من الحاجات دي ممكن يبقى بيرد بيرد على حد غيزه يعني انا موجود في ناس في تبقى عايزة تاخد الانتباه سواء بتطلع تقول انا مريضة او بتطلع تقول انا عندي مشكلة حصل يعني ناس قالوا من دون ذكر اسماء ناس طلع تقول انا مش بشتغل بعد ما كنت بشتغل ناس طلع تقول جوزي خد حقوقي الحقوني او طليقي يعني وهكذا ممكن برضو عشان ما يبقاش فيه سؤنية في التحليل في بعض الناس بيبقوا في لحظة يأس بيمسكوا الموبايل ويتصرفوا بناء على واقع هم عايشين وبيستنجدوا بالجمهور بتاعهم اوكي وفيه ناس بتبقى لأ هي عارفة قويسة اوي بتعمل ايه هي مش في لحظة احتياج ولا غضب ولا لحظة تلقائية لأ هي عارفة هي عايزة توصل لايه هي عايزة بيتعمدوا اثارة الجدل بالزبط بالزبط طيب أنا معرفش بحظة تقول معليش بقى مين لديهم فرصة لك سواء مين لديهم فرصة ايا كانت النواية الناس بس اه مش بس الثقافة الجديدة اللي هي مش مفهومة يعني ثقافة بلا قواعد طلعت كده على مجتمعنا لقالها حوالي عشر سنين وعملة تطلع 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 بسرعة السروح يعني من اول واحدة طلعة تعمل كفتة على السرير لحد واحدة مشهورة ونجمة او نجم او كده فهي بقت الموضوع فعلا من اول بتاعت الكفتة ودي حاجة كانت انا اول ما سمعت عنها دي كانت ترند من حوالي ممكن سنة ولا سنتين يعني ايه واحدة طلعة تعمل كفتة بتحقق ملايين يعني يعني هو كل المحتوى المحتوى بتاعها اللي بتقدمه ان واحدة بتعمل كفتة ده على انهي تيك توك لا ده فيه العجب اه 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 فيه فيه كل حاجة طيب اعايزة اخد رأي حضرتك زي ما كنت تتكلمي على اصارة الجدل بما انك تكلمتي على النقطة دي احنا كنا النهاردة بتكلم في الانترو عن اه المخرجة اناس الضغيدي كانت طلعت في تصريحات كتيرة وصيرة للجدل ولكن انا تكلمت عن يعني جملة كده قلتها كان عندي تحفظ عليها انه اه لا تلوم المرأة اه لا تلوم الرجل يعني على التحرش هي بتشوف انه فيه ستات كتير ممكن تبقى هي السبب في التحرش وانه التحرش ده مش الراجل هو اللي مسؤول عنه انا عندي تحفظ طبعا انا عندي تحفظ تماما ولكن اخبار زي دي او تصريحات زي دي ازاي بتأثر على سلوك الناس وعلى المجتمع وعلى الاطفال وعلى البنات يمكن حضرتك عارفة انا عارفة ان ده كلام هي قالتو انا قلت يمكن عشان دلوقتي ما فيه الشغل عشان كان قعدة في البيت يمكن عشان اسباب كتير تعددت الاسباب ولكن تصريحات احنا الاول متأكدين انها قالت كده قالت كده اه في برنامج وقالت في برنامج اه وقالت تصريحات كتير او اي ما هو بقى التصريحات الكتير التانية دي ممكن اهم عندي انا اشهب ده بس انا ما سمعت ده اه لا في حاجات كتير ولكن في حاجات مش هتعدي عندي في الحلقة ولا هحب ان انا اصلا هتكلم عن الحاجات دي يعني انا يعني عايز اقول ايه ان المخرجة المبدعة الاستاذة يناس الدغيدي كل الاحترام والتأدير اللي فنها والابدعتها والافلامها اللي كانت بتطالب والافلامها العبقرية اللي كانت بتطالب فيها صح باستقلال المرأة والحروريات حاجات كتيرة جدا ما ده الغريب وانا يعني انا يعني كاستشاري صحة نفسية وكمعرفتي يعني بيها او يعني مش شخصيا ولكن بقى اعمالها يعني اشك جدا يعني فعلا انها ممكن تكون قليل لان هي دي مش افكارها يعني هي افكارها هي مطيرة للجدل طول عمرها لان هي يعني عندها افكار متحررة دايما بتنادي بالحريات بزرط هيأثر ازاي بقى على المجتمع هيأثر طبعا لان ده جدال بقى ما بعده جدال ده ترند كده يعني ده كده ترند 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 ليه لانه زي ما انا بقول كده الناس معرفتها عن الاستاذة يناس الدغيدي لا يعني المعرفة دي والتاريخ الساني ما ده والتصريحات التانية الكتيرة في الفترة الاخيرة اللي دخين في اخناقات مع الشيوخ ومع الازهر ومع تفاصيل تفاصيل فمش معقول يطلع منها حاجة زي كده ليه لانه ده اصلا كلام مش صحيح يعني لا علميا ولا نفسيا ولا لانه في عدد المتحرشين بالمحجبات والمنتقيبات والاطفال والاطفال فالتحرش ده مرض صحيح ملوش علاقة خالص بالمرأة لا بالمرأة ولا بالطفل ولا بالرجل ولا بالسن ولا باي حاجة ده مرض المتحرش ده انسان مريض لازم يتعالج تمام وفيهم ناس فقدين بلغة العلم فقدين الهوية الجنسية يعني هو اصلا مش عارف هو رجل ولا مرأة صح فممكن يحصل التحرش برجل وممكن يحصل التحرش بطفل باطفال اطفال وده كتير جدا وجرائم وبتوصل بقى لأقصى يعني عدينا مرحلة التحرش وبقى فيه جرائم واعتداءات جنسية وهكذا فاللي هو مش حينفع تبقي حضرتك يا استاذة انس بتعالجي الموضوع ده من خلال الدراما من سنين وبعدين تقولي النهاردة انه وانا بعت قسانة هقول حاجة اللي هيقول كده انا اسفة مش متقف مش قاري في الطب النفسي ولا في علم النفس ولا في كده لانه التحرش مرض لا يموت بصلة لجنسية المتلقي او المتحرش او المتحرش لا يموت بصلة صح طيب عايزة انتقل لحاجة تانية فيه ستات كتير او امهات تبقى عندها شغل مثلا او عايزة تعمل حاجة في البيت عايزة وتفر بتسيب التليفون مفتوح وبتديه لابنها دي اخطر حاجة عشان تلهي عشان زي ما قلت لك تبقى مشغولة عندها حاجة تعملها ده زي بيأثر على الطفل نفسه طيب هو ممنوع ما انا عند بطن انا كنت في الحكاية دي من سنين طويلة اه لاني كنت بشوف انه يعني وكانت ده من سنين فعلا انه اه الطفل بي عنده سنة او سنتين او تلاتة بتحطه في البارك او في العربية او وتفر ويتديله الموبايل عشان هي عندها يعني عندها اي حاجة عايزة تعملها في شغل البيت في شغل في وتفر وفي دراسات كتيرة اثبتت انه لو انا كام مش عارفة المحتوى اللي ابني بيتفرج عليه او بنتي بتتفرج عليه كطفلة سواء كانت على الموبايل او فتحة اللي هو الميكي ماوس والكارتون والحاجات دي او نوع المزيكة اللي بشغلها لانه في بعض انواع المزيكة كمان فيها حاجة اسمها رسائل غير مباشرة بتوصل فده ممكن يؤدي كل بقى الحاجات اللي انا قلتها دي سواء كانت في جيم على موبايل سواء كانت فيلم سواء كانت كارتون سواء كانت نوع مزيكة لو انا كأم او كأب ما عنديش الوعي ايه ده يعني مش مش محضرة الحاجة اللي هو هيتفرج عليها عبالما انا اخلص الشيء اللي انا مشغولة فيه ده ممكن بقى يكون فيه رسائل غير مباشرة عن الهوية الجنسية ممكن يكون فيه رسائل غير مباشرة عن العنف ممكن يكون فيه رسائل غير مباشرة عن الادمان الادمان ممكن يكون فيه رسائل غير مباشرة عن التمرد العنف العنف بكل اشكاله ممكن يكون فيه رسائل غير مباشرة عن انه يطلع شخص جبان غير قابل لانه ياخد موقف او ياخد قرار او ياخد خطوة في اي حاجة في حياته شخص عنده تبعية صح فكمية الحاجات او انت واقي طلع انت واقي في كمية الحاجات اللي بتوصل لنا من خلال بقى الكارتون والافلام والجيمز والحاجات دي ممكن الحاجات دي في بعض الحاجات منها بتخلي الانسان يأذي نفسه او يعور نفسه ومواضيع بقى من اي تو زي كمان فكرة ان انا اسيب موبايل مع طفل على جيم او على فيديو او على كده اكتر من وقت معين وهيها دراسة وبنسأل دكتور الاطفال وبنسأل الدكتور النفسي لان كل سن ليه وقت محدد ما يعديهوش في اليوم لو عدينا الوقت ده بيطلع بقى فيه ميول للتوحد وميول للغباء وميول التأخر الدراسي وحاجات كتيرة جدا عشان بنتكلم بس عن الاطفال فيه امهات كتير بتستخدم عيالها عشان يبقوا ترند يعني فيه منهم بيبقوا متفقين مع الطفل هو هيعمل ايه وانا هستألك بقى فيه تمثلية وفيه ستات كتير برضو بيبقى فجأة اللي بتخد ابنها ولي تخد بدها وبيستخدموا اطفالهم وفيه ناس على الفكرة بيكبروا انه هما عيالهم يعني بيكبروهم يطلعوا معاهم في اللايف اي دول اي دول ليه ليه بيعمل ده هوس الهوس ده ناتج عن ايه عن الهوس بسيمة اوه احنا يعني احنا انا كامرأة او كأم اللي عندي ابني هيبقى مراية لي يعني انا وابني مراية البعض صح ودي دي مشاكل اللي احنا بنحل فيها جيلك عميل عنده خمسين ستين سنة لما تدوري في اصل المشكلة لازم تفتحي الصندوق الاسود بتاعه اللي هو الطفولة فاحنا يا بنتلع استنساخ من اهلنا من كتر اهلنا بيعملوه فينا يما بنتلع عجل عكس تماما وعدد قليل قوي اللي بيعرف يعني يتوازن في مرحلة عمرية بيكون على ثقافة معينة ويبقى ربنا رزقه بحد يتكلم معاه او نوع دراسة يدرسه فيخليه يساعد نفسه فيعرف ياخد من هنا الحلو ويرفض الوحش دول يعني فعلا من رحمه ربي انما القاعدة العلمية انا يا صورة من امي وابويا يا اما انا عكسهم تماما وهكذا الانسانية يعني الانسان بيبقى ينسخة من حياته من معاناته يبيرحم الناس من اللي هو عنا منه فهو يعني هي دي طب الغالبية ايه لا ما عنديش احسائيات لكن الانسان اللي بلا وعي اللي ماشي على الاطماتيك وده كتير قوي ده بيبقى استنساخ اما الانسان اللي ربنا بيفتح عليه بشوية وعي او شوية علم او شوية بحث ده اللي بيعرف يختار يبقى عنده وعي انه مامتي كانت عصبية بس انا مش هبقى كده مع ولايدي مامتي كانت قوية فانا مش هعمل كده مع ولايدي لأ حصاحبهم بابايا كان عنيف فلا فانا مش هعمل عنف وهكذا اوكي وفيه ناس ما تعرفش بالطريقة دي انا تربيت كده فهربي عيالي كده وانا احسن واحد في الدنيا والايجو بقى لما ينمو ويرتبع ويطير تمام فنرجع تهي لاجابة السؤال فانا عندي وجهة نظر في قصة الامهات اللي هي استخدم عيالهم انا بقى حقف عند كلمة بتستعمل لان فيه كاتجوري من استقافات مختلف وعشان ما توهكيش وننجز في الحتة دي الناس دول نوعمل اتنين يا اما انا الثقافة بتاعتي واحدة متعلمة واي او بي كلاس ومتعلمة وفرحانة بأممتي وعندي بنوتة فانا بعمل حاجات اكون مثل اعلى وخلي بنتي مثل اعلى فمثلا هي انا اصلا بلوجر او شخصية عامة او شخصية معروفة فعايزة ادي ميسجز جميلة للامهات وللاطفال فبنطلع لابسين زي بعض انا وبنتي انا انا شخصيا بحب قوي الحكاية انا لو عنديش بنات انا لو عندي بنت كنت دايما هخلي بنتي تلبس زي يعني دي حاجة انا بحسها وبفهمها جدا لكن من سن كم؟ بصي من سن كم من سن الوعي لانه فيه اطفال بيبقوا عندهم زكاء زيادة وسبقين هلو انت عندها يعني مجرد انها تبقى وقفة او بتعرف تتكلم وانا ومامي طلعين حنفطر اكل صحي يعني ده ممكن يكون فيديو هادف حنفطر اكل صحي احنا رايحين النادي عشان التمرين عارفة فيه ستايل كده من الفيديو اللي هو احنا بنعمل ايه طول اليوم انا باخد بنتي وراح التنبيين انا باخد بنتي وراحين نعمل شوپنج دي لطيفة دي حاجات لطيفة ومفيدة وبنتعلم منها حاجات وبتبقى قدور الامهات يعني تعملوا ايه مع ولادكم ليش فده نوع ايجابي جدا اما النوع السلبي اللي هما من ثقافة معينة اللي هو محتاج فلوس وشاف ما ليش تحت احتياج فلوس دي تريليون خط ليه لانه انا ايامي شخصيا وجيل كمان اللي بعدي يعني من 30 سنة يا جماعة ما كانش فيه حاجة اسمها مصدر دخل من السوشيال ميديا ولا كان في حاجة اسمها السوشيال ميديا صحيح عن اللي بتقولي لان قليني حنموت صح احنا هما حنموت ده مش بيموت بقى ده موجود فدي يا اما انت تعتبر انه اللي بشغلك اللي بتعمله هنا ده صدقة جارية هيقعد بعدك فهيفيد الناس يا اما تعتبروا اعوذ بالله نار يعني بداية لنار الاخرة ده غير انه ربنا مش هيبارك في الفلوس الحرام دي فلازم بس ايه ننبه ده ففي نوع من من المجتمع وطبقات ثقافية معينة لقوا ان الحكاية لطيفة فهي ما عندهاش محتوى يعني لا هي بتغني ولا هي بتمثل ولا هي مخرجة ولا هي اديبة ولا هي شاعرة ولا هي طبيبة ولا هي كوتش ولا هي اي حاجة هي ست بيت عادية او انسانة عادية فقررت ان هي وشافت الناس بتعمل كده مع ولادها فقررت تستعمل ولادها لان هي ما عندهاش محتوى ما عندهاش حاجة تستعملها وبدأت في حاجات بتبقى منها لطيفة ودمها خفيف يعني حد بيغني حد بيتخلي بنتها تمثل بتعمل قفشة تعمل يعملوا ويركبوا صوت ويعملوا حتى من مسلسل كوم يعني في حاجات مقبولة وفي حاجات انا باعتبرها جريمة لان انتي بتدمري ابنك او بنتك بتعلميهم ايه الاستسهال في الفلوس بتعلميهم ان الشهرة دي سلعة بتعلميهم اين يعني ايه الدرس المستفاد كقيم او كتربية فاي عقيدة يخيي نعكي في اولادنا بدون وعي بدون فايدة صح تان ده بالنسبة للأهل اللي بيستخدموا بيستخدموا تحققوا على الكلمة دي فيه اطفال هم نفسهم اطفال ما تجوزوش لعشر سنين هي ليها صفحة لوحدها على اده كتير دلوقتي انا مبهورة فيه بنات كتير بيعملوها تتوريا للميكوب يعني هي بتطلع بتتكلم كأنها ستة عندها تلاتين واربعين سنة وبستو هنعمل ايه والكونسيلر والبلاشر خلييني اقولك على حق ده ايه ده ايه ده هو العصر يا جماعة امتى اسمح للطفل ان هو يعمل ده قبل ما اقولك اجابة السؤال ده لازم اقولك من تلاتين سنة كان معلومات بتيجي شخصية لاطفال بتتكون منين من بابا وماما والعيلة عندي جدود عندي عمى عندي خالة عندي كده والنادي والمدرسة كان في حاجة تانية لا كل ما الدنيا بتتطور مصادر المعرفة بتتطور تقرب لي بالزبط كده فطبيعي انها تكون خوطت في ولادنا واثرت فيهم انا لو انا طفل ونفسي اطلع فنان نفسي اطلع مطرب نفسي اطلع شاعر نفسي اطلع زابط نفسي اطلع دكتور اي حاجة نفسي حلمة عندي كطفل فانا ممكن اعبر عنه منين من هذا انا مين من بدري انا مين من بدري جدا من هذا الشيء اللطيف اللي بقى مع كل الناس الفقير قبل الغني صح تمام والانترنت متاح عند كل الناس ف دي بقت مصادر المعرفة ومصادر التعبير عن الزاد ففي بعض الاطفال فعلا بتلاقيهم بعد كده بيمثلوا في مسلسل بيعملوا اغنية وطلعين في برنامج لان دول بيجد موهوبين وبيعملوا شيء ذو قيمة اما النوع التاني اللي بيطلع يرقص بالسكاكين واحنا شوفنا الكلام ده لان ده الثقافة بتاعة الشارع والحي وماما وبابا يعني ده ثقافته كده يعني ده فريق التمثيل في المدرسة وده في فريق التمثيل في المدرسة بس ده مدرسته ايه وده مدرسته ايه ده بابا وماما بيشتغلو ايه بابا وماما بيعملوا ايه. صح. فهو كل حاجة بتطلع من البيت ومن مصادر المعرفة الجديدة اللي حوالينا. احنا زمان ما كانش فيه هذا المصدر. التليفونات دي دخلت مصر سنة كام? حاجة وسبعين? اه حاجة وتسعين. اصفة انا بحاول. حاجة وتسعين. حاجة وتسعين كان خط الموبايل ده تقريبا بالموبايل بخمس تلاف جيل. اه. دلوقتي بقى ايه? اشحن وكسب وكسب الدبل وغير. اي حد دي قدر انه يبقى معانا. انتي عمرك شفتي حد فاخر خمس سنين. بل مش هقولك اخر عشر. اخر خمس سنين. معهوش موبايل? لا لا تقريبا بقى كل موبايل. طيب. ولكن هنا المفروض انه فيه يبقى رقابة. الرقابة دي ما هو فقد الشيء لا يعطيه يا حبيبتي. دلوقتي لو انا بابا وماما وسيلة الفرحة عندهم في الافراح وفي الليالي الملاح. ان احنا. ان احنا بنشغل النوع ده من المزيكة. وبندرب نار وسواريخ. وبنحط السكاكين. وبنعمل مش دي فيديوهات اتزاعت على السوشيال ميديا لسنتين. للأسف. للأسف. يعني حاولت ان انا اكتر الاسئلة انا سألتها لحضرتك. عايزة نصيحة اخيرة اللي تفرجوا علينا دلوقتي ستات واهالي. وللناس اللي بيعملوا ترند من لا شيء. نصيحة من حضرتك. انا عايزة اقول كمان يعني طبعا النصيحة اكيد هما ما هيسمعوا الحلقة دي. هيعرفوا ان كل واحد مسؤول عن النتيجة اللي وصلها ولاده. انا مش مهم انت مين وثقافتك ايه. بس يعني المخلوق الوحيد اللي بنحبه يكون احسن مننا. هو لما نكون ام او اب في ولادنا. يعني الطبيعة البشرية نادرا ما تلاقي حد بيحب يشوف حد احسن منه. وقمة النوب لان انا احب الخير للناس. لكن هحبه لنفسي اكتر. لكن بالغريزة وبالفطرة الام والاب هما دايما يحبوا يشوفوا ولادهم احسن منهم. ففكروا في الحكاية دي. ايا كانت ثقافتكم وايا كانت مصادر العلم بتاعتكم. راجعوا نفسكم عايزين تشوفوا ولادكو ازاي. عايز شوف ابني معلم. ولا عايز اشوف ابني مدرس في الجامعة. عايز اشوف ابني فنان مبدع. عايز اشوف ابني مواطن درجة تالتة. عايز اشوف ابني او بنتي ازاي. دي اول حاجة. تاني حاجة انا هتلب طلب من كل الصحفيين. برضو ان احنا نتقي الله في المعلومة. ونتقي الله في الخبر ده اشاعة ولا لأ. نتقي الله واحنا بنعمل ترند على حساب سمعة فنانة. صح. او فنان. صح. طبعا. اتقل له. عايز اقولك بشكر حضرتك جدا. نورتيني وشرفتيني. ده نورك يا سارب اكون مبسوطة وانا معيك انا المبسوطة اكتر. دكتور امل محسن استشاري الصحة النفسية. نورتيني وشرفتيني. ده نورك حبيبتي. وصلنا لنهاية حلقتنا من اخر اليوم. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة. الى اللقاء.